خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفق علما ونورا للزمان بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان إذن هذه شبنا أيضا يمكن أن نصطلح عليها غرفة لأنه فعليا في كثير من مكتباتها في كثير من بيوت طالب العلم ما شاء الله مش موجود عنده هالحجم فهذه غرفة هذه غرفة هذه ملحقة دي كتب الرجال وكتب الأجزاء الحديثية والمسانيد يعني عندنا مثلا ده مثلا ده كتاب الثقات نعم لمولاطاي تمام وده الجرح التعديل بن أبي حاتم وده التاريخ الكبير للبخاري وده التاريخ الأوسط للبخاري هنا وطبعا ده مثلا جنبه كتاب الكاشف في الترخيص لجن كتاب الستر الذهبي وجنبه لسان الميزان بطبعتايه الحجر أو بتالت طبعات اللي هي عندي أدي طبعة الأولى خارص طبعا دي طبعت شيخ أبو غدن أحمد الله علي أيوة وجنبيه طبعا وده طبعا الأولى التي طبعت في الهند نعم تمام وهنا يعني طبعا هو يعني من هذه الصفة دي والرفين ده إلى آخر المكتبة دي سنن أبي داود نعم وسنن الترميزي وشروحه أبو داود وشروحه والترميز وشروحه دا اللي هو أخد لحد آخر اللي إيه؟ لحد آخر المكتبة أبو داود وشروحه أه اللي فوق ده نعم من أول هنا لحد الآخر واللي تحتي مباشرةً خاطة ده الترميزي وشروحه مهم تمام؟ دي طبعا لأن الكتب الستة المفترض شروحها هنا لكن ضاقت المكتبة نعم بشروح البخاري ومسلم والنسائي وأبو عانو والكلام ده فجبت الشروح هنا في المكتبة طيب ربط العلماء أو الأمة بعض من بعض مثلاً قلتنا هنا أبو داود ومن أيضاً والترميزي والترميزي هل هناك فقط الأم جاءت بهذه الطريقة؟ لا على حسب الضرف ما يأخذ يعني ما يضرش أجيب البخاري هنا لأن البخاري كتير أكثر كتير فبالتالي أحط هذا شروح البخاري هنا وبقيت شروحه الدافين لازم هو الدافئ أماكن أخرى فأحط دايباً كل شروح كل كتاب مع بعضها بحيث أن لا أضل عنها يعني طيب البيان لا يؤجل عن وقت الحاجة أنا بنقول لإخوان المشاهدين نحنا اللي معانا طبعاً الصوت طالع صوت القطار اللي نحنا وهذا شرفنا في بيت الشيخ حاجة جميلة فهذا الوضع على تلقياتي وطبيعاتي وعلى فكرة أنا كل سكن أخذته في حياتي كان بجانب القطار لا أدري لماذا؟ هل هذا؟ هو أحد بجانب مقابر؟ هل هذا يذكروني بالسفر أم لا؟ مثلاً وبرضو حتى المقابر تذكروا بالسفر للآخر دا صحيح دا صحيح أسأل الله نفسنا واختامنا جميعاً آه فده يعني الترميزي وشب مع شروحه وأبي داود مع شروحه وهذا كله عبارة عن تواريخ وكتب رجال هذا كله إلى الآخر إلى الآخر يعني عندك الضعفاء العقيلية عندك الكامل ابن عدي بثلاث طبعات عندي بالنسبة للك كامل أخذ بالك هنا من أول هنا إلى الآخر دي أجزاء حديثية ده غير المية وعشرة مجلد من الأجزاء الحديثية اللي هي احنا ممكن نمر عليها أجزاء حديثية مجمعة أجزاء حديثية مجمعة أما هذا هو جزء المستقل يعني مثلاً هذا مستعاني صفة الجنة هذا مجلد بالضبط كده وغيرها من الكتب جزء حمبر وغيرها بالضبط بالضبط كده أجزاء حديثية دا طبعاً اللي فوق برضو تتبت كتب الرجال والعلل هذا عندك مثل ابن الحبان ثقات ابن الحبان عندك بطلقات ابن السعدة هي نعم تمام؟ عندك بعديها حتلاقي كتب الرجال ممكن نمشي نعم قريداً وهنا الأجزاء الحديثية دي كل الأجزاء الحديثية لحد الآخر نعم دي لحد الآخر الأجزاء حديثية تضاف إلى المائة مجلد وعشرة وهذه كتب الرجال دي كتب الرجال ده تهذيب ده تهذيب التهذيب بتاع الحافظ بن حجر واللي جنبي ده تهذيب كمال للمزي هذا المزي هذا القصة كبيرة المزي طبعاً ده طبعاً الميزان الاعتدال ولسان الميزان بتاع الحافظ بن حجر طبعاً ده طبعاً ده طبعاً مجلحين ابن الحبان هذي كتب شيخنا يعني حتى من باب إن إشارة في طيات الكلام حتى لأنه من يتابعنا ليسوا فقط من المتخصصية حين نرى كان الأسماء مكملة لبعضها البعض طبعاً نجيب كل كتاب وفروعه ومبخصه الكمال في أسماء الرجال ثم يليه تهذيب الكمال ثم يليه تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب وبعدين يليه برضو ده كتاب آخر في يعتبر كأنه تتم لنهات السول نعم الستة الأصول الكتب الستة بعض الكتب كتب جامعية كتب جامعية زي ذي مثلا هذا من طبعات جامعة أم القرى لم يتم الحقيقة كل أسف لم يسمي وبعدين تهذيب التهذيب الذهبي عندنا تهذيب التهذيب لحفظ الحجر ده مختصر تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب تمام اللي برضو للذهبي صاحب كتاب تهذيب الكمال وبعدين برضو ده الكتاب إكمال تهذيب الكمال بتاع مغلطاي نعم مغلطاي يعني طبعا منهج المزي الحقيقة في الكتاب أنه أطال الكتاب بذكر حكايات في ترجمة الراوي من زهده وورعيه ومحنته وأحواله مع الناس وعدين بيرويه بسنده المزي تعرف نازل سنده نازل جدا وأهمل كثيرا من أقوال العلماء في الجرح والتعديل فيما تعلق بالراوي مع أنه الكتاب المفروض أنه كتاب جرح وتعديل جرح وتعديل بس لم يستوفي لم يستوفي يعني حصل ما قادر عليه ولم يستوفي فجاء الحافظ بن حجر مسح من الترجمة كل ما تعلق بالراوي من ورعيه وتقوىه والأخير وأبقى الكتاب على أصل مادته والجرح والتعديل لأن هذا الراوي لا يعنيني حكاية حصلت له فراسة من مواقب هذه لا تصلح في تصحيح والتضايل طب الشيخنا في الكتاب مرنا عليه كتاب سير أعلى من وبلاء هو يذكر هذا وذاك أيوة لأنه لم يضع كتابه للجرح والتعديل فقط هذا الفرق إنما ده كتاب سير اسم سير نعم تمام؟ فهو الحلد حجر شال كل الحشو ما يخال أو ما يزيل عن قضية الجرح والتعديل في باب الرواية واستفاد جدا بكتاب مغلطي كتب تحاكي عزنا موسيقى موسيقى وتراث أسرار البيان مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسليين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على ناجم إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم موسيقى جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحويني حياكم الله شيخنا بارك الله فيك جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين تكلمنا في الحلقات الماضية عن بداية قراءات فضيلتك والتي كانت منذ المراحل صغر سنك وكانت في بداية المرحلة الإعدادية ثم حبك للشعر وما اختصته من الشعر في قراءاتك والتي بدأت منذ صغر حتى مع الشعراء ترتقي يوم بعد يوم حتى وصلت إلى النابغة الذبياني الذي كان هو خلاصة ما احبت من الشعر ثم كتابتك للدواوين والتي كانت تقريبا حوالي ثمن دواوين يحتفظ بها شقيق الأكبر الدكتور رزق والذي كان هو أيضا صاحب فضل بعد الله تبارك وتعالى عليك ومعها قيمة الكتاب سواء كان الكتاب الأدبي أو حتى الكتاب الشرعي تفسير الخازن ومسند الإمام أحمد رحمه الله أعتقد أن بعد هذا الحب للكتب والكتب الشرعية بدأت تفكر في أن يكون لك مكتبة شخصية وبدأت تجمع وتصنع نواة هذه المكتبة ما هو أول كتاب اشتريته ومن أين كان هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وطبعا يعني لم يكن معي مال في الأصل حتى يمكن أن أشتري كتابا أو يعني يخطر بها لي أن أشتري كتابا كنا فقراء ويعني لم يكن معنا من المال ما يجعلني أشتري كتابا لم أكن وصلت يعني إلى هذه المرحلة لمعرفة قيمة كتاب أم أحب نعم لكن لمعرفة قيمة كتاب هذه جاءت متأخرة لكن أول كتاب اشتريته كان في الكتب الشرعية اللي كانت نواة مكتبتي أنا هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني لما كنت في الثالثة سنوية وأصابني أحباط شديد من تعرف كتاب الثالثة سنة وزمان أيامينا لها شنة ورنة معذكر و يعني كان الناس كلها تبقى جانب الراديو تسمع أي أرقام الجلوس والكام ده كانت رعب حقيقي ليه التعليم كان له قيمة وكان له مردود في النهاية بتتعلم عشان في الآخر حتى توظف يبقى لك وظيفة نظم الستينيات والكلام ده فكانت رعبا حقيقيا فمن شدة يعني الرهبة الرهبة تركت المذاكرة فأمي أرسالتي للأخي الدكتور رزق كان في طب الأزهر في القاهرة أنذاك ورقت له أن أخاك يرفض المذاكرة ولن يدخل الامتحان فلا خراس يجي عندي القاهرة كان قبل الامتحان الثنان العامة بثلاثة أشهر فذهبت هناك شهرين تقريبا أو شهرين إلى السبوع وكنت بصلي هو ساكن في شارع مصر وسودان من ناحية أحمد سعيد والشيخ كشك رحمه الله في مسجد عين الحياء في نفس شارع مصر وسودان فكنت أذهب أصلي الجمعة ما كنتش طبعا كواحد جاي من الأرياف وتعني ما عرف الشيخ كشك ولا كان فيه تسجيلات ولا شرائط ولا حاجة كده لكن سمعت من بعض أصدقاء أخي تعليق على الشيخ كشك كان إيه تقريبا فيه فيلم وهو بيعلق عليه ومسك البطل مسحه بالأرض ومش عارفه كده فسألت تشكيش كده فين قال له ده على بعد مثلا محطتين موتوبيس في الشارع رحت صليت عنده استهواني جدا أولا الأول مرة في حياتي أسمع واحد بأولا مفوه إلى هذا الحد صوته فيه نبرة حزن ينتظر الجمعة من المآقي أخذ درجة طبعا إحنا كلنا كنا إيه بنصلي هنا في الأرياف وبتاعه الكلام ده يأخذ أي كتاب ويطلع الله مصر السلطان غري وعساكره وما يتحت يقوله أمين وبيبتع على أي حاجة حتى لدرجة أنه عندنا في البلد كنا في شهر تقريبا في نص السنة الهجري فهو بيجيب الكتاب هو الكتاب محطوط على المنبر يوم طالع واخد الكتاب فتحه أنت وحزك فجاءت الخطبة إيه ممكن تطلع حاجة في رمضان في العيد ها زياد ده اللي طالت في رمضان فعلي أيها الناس اعلموا أنكم صائمون واحفظوا ألسنتكم والصيام أعمال الصغرب صائمون في إيه ده بيعملوا الغداء ونطلع من الجمعة الغداء كنا عندكم كان غلطانين صح يمكن شهر بالمندار المهم فكان مفيش الخطبة ورى في حاجة خالص يعني فكشك كان حاجة يعني قفزة كانت كبيرة تعلقت به جدا وعدد المصليين طبعا موصلت ساعة عشرة أمم 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 مفيش وطبعا تدار الكتب فرشين بقى كتب على الأرصيفة والكلام ده استهواني طبعا لم أفكر إطلاقا أشتري كتابا لم أعيش في لوسك وعفوا والمشهد غير مسبوق لك فرشة الكتب أمم المسجد؟ لو الناس الناس نفسها كان فيه خلف المسجد عين الحياة واحدين ثلاثة أربعة خمس تدوار على مساحة على الأقل خمسمة متر دي كلها مليانة ناس والمسجد لا يطمق أحد في دخوله بعد ساعة تسعة الصبح وواحد يقف على الباب المسجد يمنع أي حد من الدخول للناس راكبت بعضها في المسجد فضلا عن الشوارع مليانة على الأخير وكل أحد يجيب سجدت وفرشة وتعالى كان مهيبا جدا لي بالنسبة لواحد لأول مرة يرى مثل هذا فكنت أطوب بعد الخطبة على الكتب لكن لا اشتري لأن الأملاء امتلكوا مالك لحد ما في يوم من الأيام وقفت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني وفتحته قرأت المقدمة صفة الصلاة واللي مختصر صفة الصلاة لا وقفت الأول على صفة الصلاة نعم كان بثلاثين قرش مكتوعي ثلاثون أخير وانا واقف قرأت المقدمة حبيت الكتاب جدا بسيط في الكتاب لقيت طبعا فيه متن وحواشي الحواشي البخيرو بن النجار ومش عارفين يعني ايه هو الأحمد وفي المسنج والباغوي أسامي جميلة وحلوة بس مش فاهم حاجة لكن المقدمة أثرت جدا فيها جدا مقدمة الشيخ الألباني وهو فيه ضرورة اتماع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينبغي أن يقدم أحدهم عليه طبعا الشيخ كشك رحمة الله عليه كان له فضل علي فيه تفجير عاطفة نحو ديني حبيت ديني جدا من الشيخ عبد الحميد ووضع اللابنة الأولى ثم التوجيه بالضبط كده فلما كنت أسمع الخطبة منه وأنا طالع باكي ما فيش خطبة طلعت منها غير باكي من خطب الشيخ كشك أنا صليت عنده خمس سنوات حتى بعد ما أجيت من الجامعة كنت أصلي عنده دائما لحد ما أتركت الصلاة عنده لأنه جاءت لأستفيد شيء كنت بدأت أقرف علم الحديث وليت أن معظم الأحديث بيجيبها الشيخ الكشك من الأحديث الضعيف الموضوع فزهدت في السماء لكن كنت أخرج باكيا من الخطبة لسه سخن فلما أقرأ في أي كتاب كتاب فعلى طول ألاقي الثمرة بتاعته موجودة بحب ديني لسه باكي شوية من أحديث وحكاياته وإلى آخره فخرجت من خطبة من الخطبة وأنا باكي كان حتى ذكر في يومها حديث الموضوعا وأنا لقيت واحد شيبة كبير كده يعني أقدر سنه فوق السبعين ولحيته بيضة وكان الشيخ كشك بيتكلم عن بر الأم فذكر الحديث بطريقته بقى اللي تخليك تعايت إن شاء الله تكون حجر قال إذا ماتت أم ابن آدم نادى منادن من السماء يا ابن آدم قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فعلا صالح نكرمك من أجلي أنا لقيت الراجل اللي هو سبعين سنة ده ولحيته بيضة ده بيبكي بحرارة أحسست أنه كان يعق أمه أو كان شديد الحب لها لا وسط لا واحد من الاثنين لأن بكاءه كان مريرا يعني بيبكي لدرجة كان بيتنفض أنا بكيت لبكاء هذا الرجل لحد آخر الخطبة لأنه ظل يبكي قلت بقى إما أنه عقى أمه بشدة أو بره بشدة أو أنه كان بره بها بشدة فسواء هو هذا أو هذا بيعمله حسرة على طول بعد الخطبة دي وبعد هذا المشهد طلعت بها عشان أتفرج على الكتب ووقعت عليه صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها حسيت أنه عايز الكتاب ده بزياد ليه لأنه كأنه أنا واقف أشوف النبي بصلي تلقصة كلها حاضرة في ذهن حضرتك من بداية الخطبة ثم الانفعال بالكتاب ثم شرائع أو يعني مسكت الكتاب فتحته قرأته وأنا واقف المقدمة وأنا واقف دخلت قلبي على طول ومع رشي حسيت وقتها كأن ينبوع حب النبي انفجر في قلبي الله أكبر يعني أنا أذكر أنه انتهبني شعور لم أشعر به في حياتي طلق قرأت المقدمة كلها وحسيتني كتاب ده روحي ألبته طبعا على الناحية التالي عشان شو السعره كام ليته وليه تلاتين قرش أنا معيش في الوسي يعني كان معاه شلم خمسة قروش بس يعني اللي كانوا بجيبي المهم عادت أبصله كده كنظرة المحب المتيم لشيء لا يناله يعني حطيته ما قدرش أخذه ويطب واحتلف لقيت تلخيص صفة صلاة النبي عبارة عن 32 ملزمة يعني من القطع الصيب قطع الصيب فرحت جدا بيها ببوصلتها بشيلن هي اللي كان في جيب بس اللي كان في جيب قعديته لشيلن بدون ما أقرأ في الكتاب خدته وما تحملتش أن أنا يعني أصبر حتى أذب إلى البيت قرأت في السكة ونماشي وطبعا ده أمر خطير جدا على من يمشي في شارع القاهرة طبعا تلاقي الشارع رايح جاي وهو رايح بس أو جاي بس يعني وانا عمل أقرأ وأبص وأقرأ أبص على ما وصلت إلى المسكن كنت قرأت لإيه الكتاب الكتاب الوقت سيت 16 صفحة أو 18 صفحة فيما أذكر يعني أول كتاب شدك وصفة الصلاة لكن أول كتاب شتريت وابولخص صفة الصلاة تلخيص صفة الصلاة ده أول كتاب كنت أقتني بفلوس بفلوس يعني نعم لحد ما صرفنا الـ 14 جنيه ونص اللي هي مكافأة التفوق في الكلية لأنني كنت بطلع يعني من الأوائل على هذا في السنة الأولى في السنة الأولى نعم لا مش في السنة الأولى في السنة الثانية وبعد ما طلعت سنة أولى تظهرت النتيجة من أول سنة الثانية بدأت إيه يبقى لي رأس مال ده اللي بدأت أشتري كتب مجلدات نعم أول كتاب اشتريته كان فائد المجموعة في الأحاديث الموضوع للشوكاني تلاتة جنيه تجليد فاخر ما ما زال موجودة حتى نعم نجليد فاخر طيب قبل أن ننتقل لهذا شيخنا القضية يعني أولا هي توفيق من الله عز وجل قطعا لو قدر لشخصي أن يقرأ كتاب بخلاف هذا الكتاب كتاب يلامس العواطفة أيضا ويمسها بشكل قوي مع خطب الشيخ كشك الرنانة الجميلة التي تمس العاطفة ولكن بعيد عن الخط بعيد عن شرط الحديث الشرعي أن يقودك الله تبارك وتعالى ويسأل لك الله تبارك وتعالى أن يكون أول كتاب تحب وتقرأ كتاب الشيخ الألباني هذه رسالة أي طبعا تحملك أن اسمك بعد ذلك ارتبط بالشيخ الألباني أحد تلاميذ الشيخ الألباني ورحلتك للشيخ الألباني رحمة الله عليه وإهداء الكتاب الذي بذل فيه عمرا مخطوطات نعم مخطوطات الفهرس المنتخب هذه كلها أعتقد أنها أولا إذا أراد الله أمرا هيأ له أسباب أعتقد أن لو كان الصورة مختلفة أو الكتاب اللي قرأته كتاب آخر كانت الطريقة والله أشوف أنا يعني فيه فاصل آخر غير مرئي وهو أنني لما دخلت كليت الألسون قسم الأول إسبانية مع ما أعلمه من الفردوس المفقود وحضارة المسلمين في الأندلس وكيف انتهت هذه الحضارة فعندي عاطفة نحيط إسبانيا كثمان قرون المسلمين ظلوا فيها ثم خرجوا منها كأنه فصم الحدام فأحببت اللغة الإسبانية جدا وانتويت بيني وبين نفسي أن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية ولذلك تكلمت الإسبانية من سنة أولى كنت تقرأ كثيرا أقرأ كثيرا لذلك أصبحت راتون 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 بعض زميلة راتون فأر المكتبة يعني بالإسباني فأر المكتبة ما يلك الجلة؟ راتون دي بي بي بلوتيكة يعني اللغة فأر المكتبة هذا كان لشغبك بالمكتبة ومكتك فيها لفترة طويلة لما كان مثلا الدكتور يغيب ما يجيش يعني ما يعيد ما يجيش بتاعي الكلام دو كنت أنزل المكتبة على طول أنزل المكتبة أقرأ وكن سمعت الدكتور عليها العناني عليها إبراهيم العناني كطرئيس القسمة ما أدري هل هي حية أم ميتة إن كانت ميتة فرحمة الله عليها كانت تقول أفضل الترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر والنثر إلى النثر فأنا كنت بكتب الشعر فكلفت ببعض دووين الشعر الإسباني فكنت أنزل المكتبة علشان أقرأ وترجم ترجم إلى الشعر ترجم إلى الشعر العربي طبعا الكامل ده في أواخر سنة أولى طبعا علم اللغة من شدة حبي لها كنت أحفظ كلمات دووين كوروينتي اللي إحنا كنا بنعتمد عليه لغة إسباني عربي ده كنت أحفظ كثير منه أحفظ كلماتي فحتت أنك تبقى عوض في مجمع اللغة للغة أخرى والكامل ده أنا كنت أعلم أنه يحتاج إلى مشقة بلغ فكدي أمنيتي بصراحة كنت أقرأ في العلوم الشرعية قرأت شادي يعني واحد محب وخلاص ما بدأت أتعلق بالعلوم الشرعية حقيقة إلا في آخر سنة أولى جماعة لكن في خلال سنة أولى كنت أقرأ في العلوم الشرعية وكل حاجة لكن كان قلبي وهوايا متعلق بكيف أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية وأخذ جنسية إسبانية وقعد في إسبانية كمان فدل ده كان أملي رقم واحد حتة العلوم الشرعية أتنتين كما قلت في آخر سنة أولى طب قبل شيخنا هو أنت ليش اخترت الدخول إلى كلية الألسن؟ من غلبي أنا دا قلت من غلبي ليلة أنا كنت بذاكر وعايز أبقى طبيب كبقيت إخوتي كنت أطباء كنت أعز أبقى طبيب وكان عندنا حلم قديم أن نعمل مستشفى اسمه مستشفى الإخوة وكل واحد يأخذ تخصص لكن أنا ما حصلتش في سنة كنت في سنة تلت سنة وجدت تسعة وسبعين في المية وكانت أول سنة في مصر يبقى فيها مستقرة رفيع سنتي أنا سنة خمسة وسبعين الأول عندنا في السنة العامة في سنتي كان جايب مئة وسبعة في المية البدعة التي لا هي موجودة في الأرض ولا في القمر ولا في المريخ ولا في أي حد أقصى حاجة مئة في المية لا إحنا كان الأول على الجمهورية عندنا جايب مئة سبعة في المية فكان تلتة وتسعين في المية والسبعة وتسعين في المية ده على ودنه يعني حاجة كتير قوي فالتسعة وسبعين نفوت علينا بكرة سيد روح بقى شوف لك صرفة بقى التسعة وسبعين في المية أنا جبتهم لو أنا ركزت شوية كان ممكن طلعت التسعينيات بس أنا الحقيقة في اللي هو الإحباط أو الشعور الذي لازمك قبل الامتحانات بثلاثة أربعة شهر لا لا مجدية ما خلص أنا لما رحت للقاهرة أزاكر أخي عنده له طريقة جميلة في أن يحمسك كنت كانت روحي في السماء وأنا في القاهرة ليه بشجعنا على طول والتفوق وانت زاكي وكويس وبتعقول كلاما فكنت إيه بطير بجناحين لما بس مع الكلام ذا ونفسي تفتح وأنا لما نفسي يعني ترجع لي أشتغل يعني أنا مثلا يعني كلام ده من زمان مش من دلوقتي لا لا من زمان يعني حاليا أنا مع ظروفي الخاصة في الصحية الحمد لله أبعد على المكتب 16 ساعة يعني أنا صبور جدا على أن أجلس على الكتاب وأكتب وأحقق عندي نفس في المسألة المهم رجعت من ريحة القاهرة ونفسها العام وأنا كل نشاط وكده لكن الآفة التي أنا أحذر منها الطلبة في المتحانات أن يطلع يراجع بعد ما يطلع المتحانات يجيب يراجع مع زماله الأجواب اللي عمله في المتحان نعم فأنا يوم الاثنين كان علينا ميكانيكا ويوم الثلاث كان أجازة فكان عندنا طالب من سميع الخط في الميكانيكا يعني ده رقم واحد في الفصل عندنا المهم الميكانيكا كانت من خمستاشر طلعت أراجع معه لقيت كان هو ثلاث مسائل أظن لقيتني ملخبط في مسألة ونص على الأقل قلت هسقط في الميكانيكا وخلاص قررت أن أنا هسقط في الميكانيكا وكده هفشل في امتحان الثلاث العامة ويقال راسب ودي كتسبة طبعا فقولت أحسن حاجة ما يكملش امتحان ويبقى مرض عمل أي حاجة غالبان ما دخلش امتحان غير صاقت صاقت كتفضيحة بجلاجل عندنا حتى في أيامنا اللي ياخد درس ده يبقى اسمه دلدول بليد فلو كان رايحي المدرس عشان يدرس له يجب يدرر في الحيط زمان أنا أذكر ما أخدش درس في حياتي يعني الآن اللي أصبح كان هو أهم المنهج المدرسة هي الدرسة ومعدش حد يبقى مدارس يعني المهم لما طلعت راجع ولقيت نفسي غلطان في سنة ونص قلت خلاص لن أكمل امتحان قلت لأمي أنا مش هكمل إزاي مش هكمل بتاعه السنواء العامة بقولك ترعب يعني كلمت أخوي قلت له ده أخوك رافض ان هو يدخل الامتحان وإجالي من القاهرة وقعد يقنعني يقول لي يعني حتى ادخل اكتب أي حاجة بس تدخل الامتحان وتنجح انت عارف العار والناس يقول له سقط وما سقطش وبتاع الكلمة وعيد السنة ادخل وعيد السنة بس ما تسقطش فدخلت والكلمات دي فودني قلت خلاص سلم أخويا كبير قال لي هتعيد السنة ما هي منش بقى مانا كنت بخايف من أمي خايف من أخويا يقول له سقط بتاعه فدخلت أجيب بمنتهى اللامبالاة السؤال اللي يعجبني أجاوبه واللي ما يعجبنيش أجاوبوش تمام وعندي لامبالاة قلت من هعيد فأتعب نفسي لي وأعصر دماغي وأكتب ومشاعد وانا هعيد فجد 79 فجد 79 وأنا تقريبا مكنش بجاوب يعني مكنت وفي بعض الأسئلة تركتها عادة تفكير أفكر ليه من هعيد اقلب فلما جد 79 وخلاص وانا بقوله خلاص انا هعيد قال له تعيد ايه في حيث ما تعيد السنوية العامة ده لا انسى الموضوع ده لا لا لازم تشوف لك صرف كلية طبعا 79 ما تجيبش حاجة يعني ما فيش ومع المستوى الرفيع انا المستوى الرفيع دخلت اخترت لغة عربية وجبت 8 من 10 المفاجأة لما طلعت النتيجة اللي اتنا جايب 13 من 15 في المكانيكا الله والخط اه والمعرفة والخط طلعا السعيد على طول الله يساف قالولي لا انسى بقى طب اروح فين اروح فين قالولي ادخل كل التجارة انا بحب الشرياطة احب الشرياطة قلتولي لا تجارة لا ادخل وقت الاداب قلتولي لا ادخل وقت الاداب اعمليه بالاداب مش اعمل بقى حاجة قالولي ادخل شرطة دخلت شرطة فعلا تحت ضغط اخواتي الفلاحين الكبار على اساس انه بقى مور المركز وما يخبط في الناس براحلتهم اطلعهم برا اعتقد انه كان فيه اه لفتة معينة في اختبار اختبار الهيئة وشيء متعلق اختبار الهيئة اختبار الهيئة وفيها برضو رحلة البحث عن الخط في عن الخط سامحا والله ولكن انسى ذلك ان يكون هذا في بداية الحلقة القادمة باذي الله عز وجل لان حلقة الليلة انتهت فلا يسعوني الى ان اتقدم لك بخضر الشكر والتقدير ونحن نودى ايضا مشاهدين الكرام على امل ان نلقاهم على الخير والطاعة غدا باذي الله عز وجل فانتظرونا دمتم في طاعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفق علما ونورا للزمان بذل السنين بدا هنا ليعيد امجادا حساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة